نيجي بعد كده للعضيات الغشائية يعني العضيات الموجودة داخل الخلية وبتكون محاطة بغشاء محاطة بغشاء يعني بيكون حواليها من الخارج فسفوليبيدات وكوليسترول ودي جزيقات تخص الليبيدات اللي مش بتدوب في المياه ولكن بتدوب في المزيبات غير القطبية زي رابع كولوليد الكربون والبنزين وغيره من المزيبات غير القطبية وبالتالي العضيات الغشائية يعني اللي فيها في السفوليبيدات وكوليسترول من الخارج هي اللي هتتأثر بالمزيبات غير القطبية على عكس العضيات غير الغشائية علشان كده الريبوسومات والجسم المركزي هي العضيات الأقل لتأثرا بالمزيبات غير القطبية لأنها مش محاطة من الخارج بغشاء وبالتالي ما عندهاش لبيدات هتتأثر بالمزيبات غير القطبية والعضيات الغشائية عدتهم 6 وهما الشبكة الاندبلازمية وأجسام جولجي والليسوسومات والميتوكوندريا والفاجوات والبلستيدات أول حاجة هي الشبكة الاندبلازمية وهي عبارة عن شبكة من الأنيببات الغشائية بتكون منتشرة في جميع أجزاء السيتوبلازم وبتوصل ما بين غشاء النواة والغشاء الخارجي وبالتالي دور الشبكة الاندبلازمية هو أنها بتكون نظام نقل داخلي يعني لو في مواد عايزة تنتقل من مكان لمكان تاني داخل الخلية بتروح للشبكة الاندبلازمية علشان خاطر تنقلها ده غير أن الشبكة الاندبلازمية بتنقل المواد ما بين النواة والسيتوبلازم يعني مثلا الـ RNA بعد ما يتم تصنيعه داخل النواة بيتم نقله للخارج إلى السيتوبلازم عن طريق الشبكة الاندبلازمية والشبكة الاندبلازمية بيكون في منها نوعين نوع خشن اسمه الشبكة الاندبلازمية الخشنة ونوع تاني ناعم اسمه الشبكة الاندبلازمية الملساء أو الشبكة الاندبلازمية الناعمة الشبكة الاندبلازمية الخشنة بتتميز بوجود عدد كبير من الريبوسومات على سطحها ووظيفة الشبكة الاندوبلازمية الخشنة هو تخليق البروتين في الخلية ويتخال بعض التعدلات على البروتين اللي بيتم إفرازه من الريبسومات وتصنيع الأغشية الجديدة في الخلية وبالتالي بيزيد تواجد الشبكة الاندوبلازمية الخشنة في الخلايا اللي بتحتاج أنها تفرز بروتين كتير زي الخلايا اللي بتفرز انزيمات والهرمونات البروتينية علشان كده بيزيد عدد الشبكة الاندبلازمية الخشنة في خلايا بطانة المعدة لانها مسؤولة عن افراز الانزيمات الهضمية زي مثلا انزيم البيبسي كمان بيزيد عدد الشبكة الاندبلازمية الخشنة في خلايا الغدد الصماء لانها مسؤولة عن افراز الهرمونات البروتينية يعني كده دور الشبكة الاندبلازمية الخشنة هو تصنيع البروتين زي كل الانزيمات والهرمونات البروتينية وعلى سبيل المثال هيرمون السيروكسين اللي بتفرزه لغدة الدرقية وبالتالي بيزيد عدد الشبكة الاندبلازمية الخشنة في خلايا الغدة الدرقية علشان تقدر تفرز هيرمون السيروكسين اللي هو هيرمون بروتيني بيتكون من بروتينات وبالتالي العلاقة ما بين نشاط الشبكة الاندبلازمية الخشنة وكمية البروتين اللي بتصنعه الخلية علاقة ترضية يعني كل ما كانت الشبكة الاندبلازمية الخاشنة نشطة أو كل ما زاد عدتها كل ما يزيد كمية البروتين اللي بيتم إنتاجها من الخلية نيجي بعد كده للنوع التاني وهو الشبكة الاندبلازمية الملساء أو الشبكة الاندبلازمية النعمة ودي مش بيكون على سطحها ريبوسومات ودور الشبكة الاندبلازمية الملساء هو تخليق اللي بدات في الخلية وتحويل الجلوكوز إلى جليكوجين وتعديل طبيعة بعض المواد الكيميائية السمة للخلية علشان تقلل سميتها وبالتالي بيزيد تواجد الشبكة الاندبلازمية الملساة في خلايا الكبد لأن وظيفة الكبد هو تقليل سمية المواد الكيميائية السمة وكمان بيتم فيه تحويل الجلوكوز إلى جليكوجين علشان يتم تفزينه يعني كده دور الشبكة الاندبلازمية هو تصنيع الدهون أو الليبيدات زي مثلا الهرمونات الدهنية اللي هي الاسترويدات زي مثلا هرمون الكورتزون أو الهرمونات الجنسية الاسترويدات دي اللي بيفرزها خلايا قشرة الغدة القذرية فبنلاحظ أن خلايا قشرة الغدة القذرية فيها عدد كبير من الشبكة الاندبلازمية الملساة علشان تصنع اكبر قدر ممكن من الهرمونات الدهنية وبالتالي العلاقة ما بين نشاط الشبكة الاندبلازمية الملساء او عدتها وكمية الدهون اللي بتصنحها الخلية لاقة ترضية يعني كل ما زاد نشاط الشبكة الاندبلازمية او كل ما يزيد عدتها كل ما بيزيد كمية الدهون المتكونة او المنتجة من الخلية كمان الشبكة الاندبلازمية الملساء بتسحب الجلوكوز من الدم وتخزنه في الكبد والعضلات في صورة جلايكوجين يعني بتسحب سكر من الدم اللي هو الجلوكوز وبالتالي بتقلل من مستوى السكر في الدم وآخر حاجة الشبكة الاندبلازمية بتعدل من طبيعة المواد الكيميائية السامة وبتقلل من سميتها فبيزيد عدتها في خلايا كبد الاشخاص المدمنين او الاشخاص اللي بتتعرض لكميات كبيرة من المواد السامة زي مثلا العمال اللي شغالين في مصانع المبيدات الحشرية العضي اللي بعد كده هو جسم جلجي وهو عبارة عن مجموعة من الاكياس الاشائية المفلطحة اللي بتكون مستديرة من الاطراف اعداد اجسام جلجي بتختلف في الخلية تبقى لنشاط الخلية الافرازي بحيث انه بيزيد في الخلية الغدية يعني جسم جلجي بيكون موجود في جميع الخلية ولكن بيزيد في الخلية اللي بتفرز مواد سواء ان كانت هرمونات او انزيمات يعني بالبلد كده نقدر نقول على جسم جلجي هو محطة التصدير الخاصة بالخلية بحيث ان جسم جلجي بيستقبل الافرازات اللي بتكونها الشبكة الاندبلازمية سواء كانت الخشنة او الملساء وبعد كده بيعدل عليها ويحط لمسته الاخيرة ويخرجها في صورة افرازات فيبقى جسم جلجي بيلعب دور مهم في تكوين افرازات الخلية وبيقوم بوظيفته على عدة مراحل اول حاجة هو انه بيستقبل جزيئات المواد اللي بتفرزها الشبكة الاندبلازمية عن طريق مجموعة من الفوصلات اسمع الفوصلات النقلة بعد كده بيقوم بتصنيف المواد دي وبيدخل عليها بعض التعدلات واخر حاجة بيعملها جسم جلجي هو انه بيقوم بتوزيع المواد دي الى اماكن استخدامها في الخلية او بيعبيها داخل حوصلات افرازية اسمعها الليسوسومات بعد كده بتتجه الليسوسومات نحو غشاء الخلية علشان تخرج المواد دي في صورة منتجات افرازية الليسوسومات بتنقل الافرازات من جسم جلجي الى خارج الخلية فقط لان اللي بيكونها هو جسم جلجي وبالتالي اللي بينقل المواد من الشبكة الاندبلازمية الى جسم جلجي مش الليسوسومات ولكن حوصلات تانية اسمها الحوصلات النقلة وجسم جلجي او جهاز جلجي اتسمى بالاسم ده نسبة الى العالم اللي اكتشفه كاميلو جلجي وبرضه بيطلق عليه اسم معقد جلجي وبيكون معروف في النباتات والتحالف باسم الدكتيوسومات العضي الليبعد كده هو الليسوسومات او ما تسمى الحوصلات الافرازية الليسوسومات هي عبارة عن عصولات غشائية بتكون مستديرة وصغيرة الحجم وبيتم تكوينها بواسطة اكسام جلجي واهم ما يميز الليسوسومات هو انها بتحتوي في داخلها على مجموعة من الانزيمات الهضمة او ممكن نقول عليها الانزيمات الليسوسومية ومكونات الخلية مش بتتأثر بالانزيمات الموجودة جوه الليسوسومات 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 بتكون عضيات غشائية محاطة من الخارج بغشاء الليسوسومات بيكون لها اربع وظيف اول وظيفة هي وظيفة اعادة الاستخدام العضيات اللي بتعجز في الخلية وبتكون مسنة وهارمة وبيكونش ليها اي همية بيتم التخلص منها واعادة تدويرها تاني بواسطة الليسوسومات تاني وظيفة هو هضم المواد الغذائية اللي بيتم ابتلاحها بواسطة الخلية وتحولها الى مواد ابسط تركيبا عشان الخلية تقدر تستفيد منها تالت وظيفة هو تدمير المايكروبات او الكائنات الممرضة اللي بتدخل الى الجسم زي مثلا البكتيريا او الفيروسات علشان الليسوسومات بتحتوي على داخلها على مجموعة من الانزيمات بتحلل المايكروبات دي وبالتالي خلايا الدم البيضة بتستخدم الليسوسومات في الدفاع عن الجسم من الكائنات الممرضة رابع وظيفة هو نقل الانتاجات الافرازية من اجسام جولجي الى خارج الخلية وكل وظيف الليسوسومات بيشارك فيها اجسام جولجي بشكل جير مباشر لانه اصلا هو اللي بيكون الليسوسومات